أهلا بكم مجدداً إليكم أبرز عنوين المجز السحطات صفحات على الانترنت مخصصة لطرح تساولات المواطنين تختزل المسافة بين الرؤساء وأمل في تعميمها على المستوى الوطني ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الجزائر والربو على رأس القائمة أهلا بكم إلى التفاصيل استقبال رئيس البلدية ورئيس الدائرة من أجل طرح المشاكل أمر يصعب تحقيقه إما بسبب كثرة المواطنين وإما بعوزف المسؤول وانعزاله عن منتخبه لكن هذا الإشكال تم حله في بعض البلديات ومصالح العمومية عن طريق استحداث صفحات على الانترنت تجيب على تساولات المواطنين على أمل تعميمه على كل المستوى الوطنية المزيد في هذه الورقة لليقو تأسر غرداوي التواصل بين المسؤول والمواطن لطالما كان إشكالية تطرح نفسها في كل المناسبات ومع تطور التكنولوجي وتعدد وسائل الاتصال صار استحداث وسائل تواكب هذا التطور أمرا واجبا كالصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت نحن مدى بينا كون كاينة لليباج بش ما نديرو كش عفاية سكدة بقزانب كش ليه بروبلا مولا بش نوعيوه مش كاينوش مك بسهما جابل ربنا ما كاش قاعد في تزاير لا دارني أرفو كونسلتيت سيدي محمد كونسلتيت بسكس حقيت نيميرو تعل دايرو بش جديد كرون ديفو تعلب باسبور في عدو ما تشقحت لتم لارسلتو درت دايرا سيدي محمد خرج ليسيديا لهم ورغم تأخر أغلب بلدية ومصالح الحدمة العمومية من ركب أمواج تطور إلا أن بلدية الكاليتوس ميثال يحتد به في هذا المجال دخول الانترنت إلى بيوت سكان بلد كاليتوس وكان هناك تجاوب كبير استغل المواطن فرصة هذا الموقع لأجل التواصل مع مختلف مصالح بلد كاليتوس وخاصة مع رئيس بلد كاليتوس من خلال المنتدى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي وسائل يمكن أن تساهل حياة المواطن وتقربه من المسؤول لنقل المشاكل وطرح الفلول دون حواجز أو بيروقراطية إلى قطاع التربية قررت الوزارة خصم 15 يوما من أجور الأستدى المضربين وفق التعليم التي أرسلتها لمديريتها الخمسين على المستوى الوطني والتي تضمنت ضرورة خصم أجر كل أستاذ مضرب وقد تفاجأ الأستدى الذين قصدوا الخميس الماضي مكتب البريدة بالأجر الزهيد الذي تقضوه نتيجة خصم 15 يوما كاملا حيث تروح مبلغ الخصم بين 20 و30 ألف دينار تحصل تليفيزون النهار على شريط فيديو عن طريق الهاتف يظهر لحظة نقل الناج الوحيدة من الحادث المأسوي للطائرة العسكرية من طراز إيركويلسي 130 التي من تامنراس نحو مطار قسنطينا والتي وقعت على قمة جبل فرطاس بالقرب من عين مليلة حيث أودت بحياة 77 راكب كانوا على متنها من بينهم نساء واطفال ومعظمهم شباب لا يتجاوز سنهم 23 سنة ويرقد جلول حاليا بالمستشفى العسكري بقسنطينا بعد أنه جيت له عدة عمليات على مستوى البطن الرأس والصدر حيث يعاني من إصابات خطيرة إلا أن حالته مستقرة لحده الآن سياسيا مع بداية السباق نحو قص المرادية تطرح تساولة عدة حول حضود المرأة الجزائرية في الوصول إلى كرسي الرئاسة تقرير سارة صداقي دخلت المرأة الجزائرية منذ إقرار التعددية الحزبية معتركة السياسة من بابه الواسع وتعززت مكانتها عام 2011 بإقرار الرئيس بوتفليقة لجملة من الإصلاحات السياسية على غرار القانون العضوي المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وعشية رئاسية 2014 تطرح عدة تساؤلات حول محل المرأة الجزائرية من إعراب هذا الاستحقاق الانتخابي المرأة راهي عندها كفاءات ويقدر يعول ويعول عليها أنها تسير شؤون البلاد ولما تدخل إلى المنافسة عن منافسة الانتخابات الرئاسية مثلا يعطوها حقها المرأة على وجه التحديد يعني تقدر تقولي حاقرينها يعني يشوفوا باللي كيفاش حتى كنت أدي نسبة يقولك على شدي هذه النسبة ورغم أن المرأة الجزائرية تقلدت عدة مناصب عليا في الجهاز التنفيذي وفي المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا إلا أن طموح بلوغ قصر المرادية يبقى مؤجلا إلى إشعار آخر النساء في الجزائر قادرت على تحمل مسؤولية ولا سيما حاليا بما أن هذا النساء كذلك تمكنت عندها خبرة بإمكانها تخوض هذه المعركة ألا وهي معركة الرئاسيات وما بعد الرئاسيات وبعيدا عن وجهة نظر من انخرطنا في العمل السياسي للمواطن الجزائري وجهاته نظر عديدة ترشح المرأة في الرئاسيات ما عندوش معنى بيس كلمرة نغم المفدين تعنا مش المعنى اللي يتحكمنا ما تكون شهيدة المنصب الكبير في البلد لو يكون عندها برنامج ويلبي طموحة الشعب الجزائري لما لا تكون مرأة فوق أعلى هارم في السلطة فهل ستنجح المرأة الجزائرية يوما ما في قلب معادلة الرئاسيات إلا قطاع النقل ومع الفوضى وسوء التنظيم الذي تشهده مختلف محطات نقل المسافرين عبر القطر الوطني يلجأ بعض أصحاب الحافلات للتوقف في أماكن غير قانونية وخطيرة لنقل المسافرين سواء على الطريق السريع أو في المنعرجات دون الاكتراث لعواقب ذلك سميا سماش رصدت التالي تشهد بعض محطات النقل الحضاري فوضى لا منتهية حيث أصبحت تهدد حياة المسافرين الذين ينتظرون الحافلات على حافة الطريق الوطني يحدث في ظل غياب المواقف الخاصة بهم أو لاحتبارات أخرى مظاهر الفوضى والمحطات الغير قانونية لا تستثني محطة عن أخرى وهو المشكل المطروح ما يفرضه على الجهات الوصية التحرك لحل مثل هذه السلوكات التي تعد خطرا على المسافرين في بعض الأحيان صنعت هكذا بطريقة عشوائية قال هنا ويلفوا يحبسوا يحبسوا خلاص لا اليوم قلنا على مستوى وزارة النقل وضعنا مخطط وطني بالتنسيق مع كل السلوطات المحلية في كل ولاية باش يعني المحطات الحضارية الإستاسون أوربان يكونوا نورماليزي يكونوا مودرن في بعض الأحيان يمكنوا تنسيق وليس تنسيق هي عوام العديدة دفعت ببعض أصحاب الحافلات لاتخاذ المحطات الغير شرعية مكانا لملء حافلاتهم بدل المواقف المخصصة لهم ودون الأخذ بعين الاحتبار عواقب هذه التصرفات على المسافرين صحيا تعرف نسبة الإصابة بأمراض الربو والحساسية ارتفاعا كبيرا في الجزائر خاصة مع ارتفاع نسبة التلوث والطابع العمراني للبيوت الذي يعرف نسبة الرطبة المزيد في تقرير محمد سعداوي الحساسية والربو مرضان يقبعان في المراتب الأولى في تصنيف الأمراض الأكثر انتشارا في العالم وكذا في الجزائر التي يسجل فيها حوالي المليون مصاب والعدد في ارتفاع مستمر ثلاثة بالمئة في المجتمع يعاني من مرض الربو قد نقولوا باللي مليون نسمة عندهم مرض الربو في الجزائر وثمانية بالمئة نسمة للأطفال عندهم مرض الربو أما فيما يتعلق بالالتهاب الأنف لغنيتاليغشيك أكثر من 20% واليوم نقولوا تقريبا 25% نسمة في الجزائر يعانوا من هذا الالتهاب الأنف ارتفاع مستوى الرطوبة التدخين والتلوث البيئي عوامل تسبب المرضين بالإضافة إلى طريقة بناء بيوتنا التي تعد من الأسباب الرئيسية لهذين المرضين تلوث البيئة خارج المنزل واليوم نتكلموا على كذلك لا تلوث البيئة داخل المنزل المواد تعل السكن كان تلوث البيئة المتحدة لتلوث لتلوث البيئة لدينا الكثير من المواد في هذه المواد البناء أهم أسباب انتشار أمراض الربو والحساسية نابعة من الإنسان بحد ذاته لذا علينا الانتباه لتصرفاتنا التي يمكنها تؤذينا ولو بشكل غير مباشر بهذا نصل لختم المجز إلى اللقاء